المكون الرباني الأكثر من رائع اللي ما شاء الله يعطيكم نتائج رائعة جداً لتقوية البصر تقوية شبكة العين الزوج دي الصديقة ديالي كان غايتصاب بالعمل قدر الله كالعينين ديال وصافي مشاو كلو العصا كيف ما كان قوله وبهذا الوصفة هذي مني نرجع عند الكشف عند الطبيب قال لي شنو استعملتي باش رجع النظر ديالي كي مقبل ما شاء الله الوصفة هذي وصفة حصلية في قناتي قناتكم شي مأميلة ما غلقوا في حتشي بلاصة على اليوتيوب لانني مشاركة معاكم كيف ما شاركة معي الزوج ديالي وانتمنوا الشفاء العاجل جميع الناس يربي وبلغوا بها اي مريض محتاج ولكم الاجر بإليه صحباتي كبيداتي في الناس ديالي كي بداني نبخل لبس عليكم اتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتو ما كتشاهدوا الفيديو دان دياليو بالنسبة الناس الاول مرة قدتشوفني ولا قدتشوف قناتي بما تنسوا تتابوناو عبر الضغط على زيال سبسكرايب او لقي الشراك وفعلوا دا كزير الجرس باش ان شاء الله دائما توصلوا بالجديد وتوصلوا بالنوتيفكاسة بلاحتيات فيديو جديد ولايكات ديالكم كيفما العادة بغينا هاد فيديو وصل اكبر عدد من الناس باش كوش يستفق انا الوصفة دياليوم كلها افادة غتعونكم في الصحة ديالكم بشكل عام وكذلك بالنسبة الناس اللي عندهم مشكلة نظر او لا ضعف البصر والناس عندهم مشاكل في شبكة العين غطتكم نتائج جدا رائعة للصغار والكبار والنساء ورجال كذلك يصيروني علاق بالنحسة الفيديلية المنتوج رقم واحد في المغرب لزيادة في الوزن وفاتح الشهية من اول استعمال وكيقوي المناعة الناس كذلك اللي عندهم بومزوية فقرة دم القوله العصابي هذا دقة بطلب بحالة كنتو كتكذبو ما شاء الله من اروع ما يكون منتوج رقم واحد كيفما كتلكم بالنسبة لهاد المشاكل هادو لنك توصل معنا في هذا الرقم دي الواتساب إلا بغيتو هاد المنتوج هادو تمندلو حييره برو موسون والتوصيل فابور جميع مدن المغرب وكذلك عبر الموقع موقع ديانا راكيكم من اسهل ما يكون كتدخلو غير اسم الكامل والمدينة ونمر التليفون فقط وقدروا اطلب الان كتوصلكم بعض يومين تل ببدأ لنخليكم ليش قدروا تكمانديو الرابط دي الواتساب والرابط دي الموقع في اول تعليق وكذلك في صندوق الوصف وبإذن الله لك يجربوا ركاتي نتائج لي خرافية جدا ومشاء الله منتوج لي القصدة كبير من الناس والقوحة الإقبال رائع جدا منكم يا أحلى عائلة لأنني كنشارك معكم الحاجة ملقلب والحمد اللي كتوصل لقلوبكم والهلي يحش منها يا ربي وده بغندو ان شاء الله نيشى المكونات الوصفة مع طريقة التحضير تبعوا معي الفيديو للأخير على بركة الله حبيبتي غمدو مكونات الوصفة وطريقة تحضير أول مكونات لدينا الذي ستفاجئه هو أن هذا المكونات أهكي صلح النظر وتقوية شبكة العين ما شاء الله الذي هو البروكوري سيكون لدينا البابة بركة الله سيكون موجود في الأسواق عندما أمشيته ستجده متوفر ومتواجده في جميع البلدان أنا هنا عندي واقع قليلا سوف أصفار لا يوجد طريق كثير لا يوجد طريق وكان خضر خضر سيكون طريق جيد لكي تستعملوا في هذه الوصفة أنا فقط هنا لكي نشارك معكم الوصفة وطريقة تحضيرها أول حاجة لدينا هي البروكوري البروكوري يصلح بثاف لصحة الجسم بصفة عامة وصحة الأعين بصفة خاصة يقوي شبكة العين والناس الذين عندهم الضعف أو عندهم النظر ضعيف يبقوها كشدين باسي وتلفونات سواء صغر هذه الوصفة تستعمل من 10 سنوات لا يوجد مشكلة وصفة طبيعية 100% كما نقول لما نفعتك مستحيل أنها تدرك نهائيا ونبدأ الفيديو كيف مالعذا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ألي وأصحابي أجمعين تنتم صليوا على نبينا في الكومنتر باش إن شاء الله يكون أجر لي وليكم بحول الله أول حاجة نأخذ كفر لا شيء يقدر بحلعة ونضيف بروكوري بحلعة ونضيف لها كاس كبير ونضيف لها كاس كبير ونضيف لها كاس كبير سوف نضيف بروكوري حتى يتبلي بشكل جيد لتطلق لها جميع المكونات ونعود لكم لنكمل معكم باقي بعد أن اضيفت بروكوري بشكل جيد بشكل جيد لون الماء كيف يقول لك تماما بشكل جيد الفوائد أو الفيتامينات الغنيين فيهم بروكوري سأخذوا هذا الماء ونضيفوا صفايا بحلقة نصفي هذا الماء بروكوري لا تخيلوا بشكل جيد هذا الماء مفيد للدد وعينيكم هذه الوصفة من أرواع ما يكون سوف يجربها سوف يتشكرني وسوف يتحمي الوالدين ونظر بالليرة لم أعمركم بشكل وصفة على اليوتيوب لأول مرة وحصريا على قناتي هذا الشاشة نقول لكم لا تبخلوش على أختكم من اللايكات والتشجيعات لدينا هذا الفيديو وصل أكبر عدد من اللايكات لذلك نشارك معكم وصفات لديكم نتائج رائعة وشي شي طبيعية ومضمونة الحمد لله سوف نضيف أوراق الريحان سوف ندخلوك رائع لهم رائعين انتهم لهذا المشاكل هذا الفيديو شاكت معكم وصفات بأوراق الريحان وفي هذا المشكلة هذا بالضبط للعينين انتم غسلوه ونقلوه مزيان اكيد هنا غير باش نمر لكم الوصفة انتم غسلوه ونقلوه مزيان مزيان ونضيف كذلك الشمر اولى النافع على حسب كل واحد مهمان احنا في المغرب ونقلوه النافع انتم في البلد ديلكم عفاكم كل واحد يكتب لي في تعليق في البلد ديلكم وشنو كذقول لهذا المكون هذا انا غنقرب لكم الصورة ولكن غد انتم هذا المكون هذا شنو كذقول لي في البلد ديلكم وكتبوا لنا في تعليق باش كوش يستافد ان شاء الله وتعمل افادة يعني اي واحد تفرج فينا من اي بلد كانوا معرفش الاسم النافع يعرفوا بالاسم اللي غسلوه ان شاء الله في التعليق سنضيف كذلك جهد واحد كبيرة كبيرة واندي الليمون او الشامض ممكن استعملوا كيف ممكن استغنوا عليه للناس اللي عندهم حسسية من الليمون ولا يستعملوا ولكن انا كان صحكم استعملوا لانه غني غني جدا بالفيتامين سي المصدر هو الحامض الليمون سنقطع قطعة صغيرة واحد شوية ونضعه في هذا الكاس مع اوراق الريحان ومع الشمر او النافع تقريبا نجد واحد شوية واحد ربع حامضة تقريبا طريقة استعمال هذه الوصفة لانها جدا مهمة اهم الوصفة بحداتها ستأخذوا هذه المكونات في هذا الكويس ستغطيهم بشي طبيصل صغير ستغطيهم بشي طبيصل صغير ستغطيهم بشي طبيصل صغير على جنب ليلة كاملة اذا كان لديكم الوقت بحالي انا كانت شاركة معكم الوصفة ستغطيهم نفس الطريقة اذا لم تكن لديكم الوقت وستعملوا هذا الضغية ستغطيهم الكلام ستضيفون لها اوراق الريحان والنافع وضيفون لها قطع من الحامض او الليمون بالقشور وتجعلهم يتبخون في النار وتصفهم وتشربهم اذا كان لديكم الوقت حضروا الوقت حضروا الوقت حضروا الوقت حضروا الوقت بطريقة هذه لان كل شيء يطلق بشوية بشوية الوصفة تشبع بالفيتامينات اكثر كيف تغطي هذه الوصفة يصبح بلاستيك غدائي لكي لا تنزلوا الطيارة مهمين في الوصفة ستأخذوها من مورة العشاء تأخذوا هذا المشروب كأخر حدا تناولوا في اليوم نهار اه نهار لا يوم اه يوم لا استعملوا هذا المشروب بعد ما تصفهم اكيد سأخذوه على جنب سأخذوه ومن الاحسن لديكم العسل الطبيعي تحلو به تحلو به الناس الذين يريدون استعمل العسل الحرة هو فوائد جدا رائعة بالنسبة للبصر وتقوية شبكة العين وكذلك للصحة بشكل عام استعملوا الاسليم بعد ما تصفهم من هذا الحامض وتشربوه بصحة والراحة هذه الوصفة اليوم جدا جدا سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع نتمنى تجربوها وترجموا عندي التعليق وتقولي اراءكم بصراحة لان انا بتأكده ستضطيكم نتائج روعة بإذن الله ونطلقوا حبيباتي فيديو جاي شاء الله باي خير ونطلقوا حبيباتي